قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع من الفوائد المستفادة من هذه القصة تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر مراتب الصبر ثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة وهذه المراتب الثلاث لما تقرأ قصة يوسف تجد أنه قد كمل الصبر بمراتبه كمل الصبر بمراتبه ولهذا في نهاية القصة لما قال لهم عليه السلام لما قال لهم عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف ماذا قال قال أنا يوسف وهذا أخي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضع أجر المحسين ذكر لهم أن هذا التمكين هذا الفضل هذا العز هذه المنة العظيمة هي من ثمار الصبر بأنواعه إنه من يتقي ويصبر فصبر وصابر عليه الصلاة والله وسلامه وحقق الصبر بمراتبه ففاز هذا الفوز العظيم عليه الصلاة والله وسلامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر